جناح دولة فلسطين في معرض إكسبو 2020 دع حواسك تأخذك في رحلة مثيرة لتتعرف على فلسطين كما لم تعرفها من قبل باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والتطبيقية والتكنولوجيات السمعية والبصرية سيتم الترحيب بزوار جناح دولة فلسطين في ست محطات منتشرة على طول المسار عبر الجناح في كل محطة يتم التركيز على حاسة من الحواس البشرية بحيث يستطيع الزائر التعرف من خلالها على مزايا المنتجات والصناعات الفلسطينية واستكشاف المعالم الفلسطينية ستركز أول محطة على حاسة اللمس للتعرف على منتجات واسمات فلسطينية مختلفة وهذه المحطة مرتبطة بالتقاليد الفلسطينية العريقة حيث يمكن للزائر الفحص عن كثب جمال وكمال الحرف والصناعات الفلسطينية التقليدية التي ما زالت أسرارها تنتقل من جيل إلى جيل للإبقاء والحفاظ عليه من الضياع المحطة الثانية والتي سوف تركز على حاسة الشم ترتبط بالأرض ومنتجاتها حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بالمنتجات الفلسطينية المميزة من خلال روائحها من خلال تثبيت أوعية معزولة في جدران المحطة يستطيع الزوار التمتع بروائح المنتجات بشكل فردي المحطة الثالثة تركز على حاسة البصر وسوف ترتبط بالتكنولوجيا والتطور سوف يتم عرض العديد من التجارب البصرية باستخدام التقنيات المرئية المتجددة لتسليط الضوء على التكنولوجيا والتطور في المحطة الرابعة سوف يتم التركيز على حاسة الظوق وسوف تكون مرتبطة بالتراث الفلسطينية سوف تركز هذه المحطة على الأطعمة والمنتجات الغذائية اللذيذة والفريدة التي تمتاز بها فلسطين المحطة الخامسة ترتكز على حاسة السمع وسوف تكون مرتبطة بالثقافة والقيم الحضارية والدينية التي تمتاز بها فلسطين من خلال سماعات موزعة على جدران المحطة يمكن للزوار الاستمتاع بسماع أصوات مختلفة متعلقة بالحضارة ترتكز المحطة السادسة والأخيرة على حاسة الإدراك وترتبط بمفهوم مهم وذي أبعاد مختلفة وهو الحرية زوار جناح دولة فلسطين سوف يختتمون زيارتهم بتجربة تجعلهم يشعرون وكأنهم في فلسطين من خلال استخدام التقنيات الواقع الافتراضية المعززة والمدمج سوف يستطيع كل زائر التجوال والتواصل بحرية في أجمل المواقع وأكثرها روعة في فلسطين كما سيتم تسليط الضوء على موضوع الحرية أكثر في هذه المحطة من خلال تجارب فريدة يتم تقديمها للزوار للتفاعل المباشر مع الشعب الفلسطيني من خلال البوابات الافتراضية ستقوم هذه البوابات ببث مشاهد حية ومباشرة بتقنية 360 درجة من مواقع مختلفة في فلسطين والتي يمكن للزوار الاختيار منها للتواصل بفلسطين وشعبها أيضاً من خلال بوابات مماثلة يمكن للفلسطينيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم التفاعل مع الجناح الفلسطيني في إكسبو 2020 وتجربة الحدث كما لو كانوا في الجناح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر